مرحبا اعزائي المتابعي قناة بالنبيعين العربية وردني سؤال ملح المتابعين بعد ما سجلنا دخول على حساب ثريتز كيف طريقة الحدف حبيت عملكم هذا الفيديو لكن قبل هذا الطلب من كل واحد دخل على هذا الفيديو وما مشترك انه يشترك بالقناة ويفعل الجرس ولايك للفيديو والان راح ندخل من داخل الحساب اشرح الفيديو في البداية حتى نحدف حساب ثريتز راح ندخل على ثريتز وطبعا مربوط بالانستجرام راح ندخل على سطرين هنا راح ننزل على خيار الاكاونت الحساب راح يظهر عندي هذه الصفحة هذه الصفحة موجود بها دي اكتيفاشن اور ديليت يعني تعطيل او حذف واحنا بالايفون ما عندنا لغة عربية الان هنا تعطيل ان يحتاج احذف الحساب راح اكبس على حذف الحساب راح يظهر عندي دخل الباسورد اللي للانستجرام تابع للانستجرام فادخل الباسورد بعد ما ادخلت الباسورد اكتب ديليت بعد ما كتبت الباسورد اخذني لهذه الصفحة انه حسابك راح يتعطل الى يوم 21 بالشهر القادم تقدر ترجع الان معطل ما في احد راح يقدر يدخل عليه ولا راح يشاهد كل شيء اني ناشر لكن الحساب موجود عندهم تقدر قبل الشهر ترجع لكن بعد الشهر راح ينحذف نهائيا فتبقى انت براحتك لو حبيت انه ترجع تدخل عليه مباشرة راح نرجع ندخل عليه وايضا ننزلكم فيديو اتمنى نهاية الفيديو استفاديته طلب من كل واحد دخل على هذا الفيديو واستفاد منه لا ينسى دعم القناة رجاء بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس اكون جدا شاكر مع تحياتي من برلين عاصمة المانيا مع السلام اي سؤال او استفسار اي مشكلة كتبوها برسالة انا حاضر وشكرا لكم مع الف سلامة ونقطة اخيرة حبيت فقط اضيفها رجاء الاسناب او الانستجرام او الفيسبوك او التيك توك تطبيقات ترفيهية وتجارية مو تطبيقات سياسية لا ترسلون اي شي لاني نحذف احسابكم مع السلامة